السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم هو اللعب التخيلي قمنا برحلة تدريبية خارج المنزل وكما تلاحظون هذه الأشكال عملها بعض المراهقين يعني سنهم ما بين عشر سنوات إلى تمانية عشر سنة يعني هم في سن البلوغ والدخول في سن المراهقة وقدموا لهم بعض شباك الصيد كما تلاحظون هي شباك الصيد وبعض الأقمشة وتركوا لهم حرية التعبير اكتبوا لي في التعليقات ما هو هذا الشكل على حسب رأيكم وقلنا سابقا بأن اللعب التخيلي يبدأ منذ سنة ونصف نبدأ بتعليم الأطفال الصغار اللعب التخيلي لأن لننمي يعني تنمي هي من أهم المهارات نقوم بتنمية مهارات اللعب التخيلي هذا يحفزهم على النطق يحفزهم على كيفية الحوار يجعل قدراتهم العقلية أحسن وأحسن ماذا نستعمل طبعا تستطيعون استعمال العجين الصلصال يوجد مواد كثيرة يعني أنواع كثيرة كنت صورتها في الفيديوهات السابقة يوجد الكثير من الأنواع اختاروا النوع المناسب لطفلكم مثلا اللعب في الرمال المبللة وقدموا له بعض الأشكال وبعض الألعاب البلاستيكية وتركوا خيالها ينتشر لذلك اكتبوا لي في التعليقات ما معنى تلك الأشكال التي صنعوها لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة نهاركم مبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة